موسيقى مشاهدين الكرام مرحبا بكم في أخبار الثالثة تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبو طبي والبداية بأبرز العنوى رئيس الدولة ونائباه يونئون رئيسة تنزانيا بذكرى يوم الاتحاد تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع والمبعوث الأممي يشير إلى عدم استعداد الطرفين للطفاء أهلا بكم بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنيات إلى فخامة سامية حسن رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة بمناسبة ذكرى يوم الاتحاد لبلادها كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتين تهنيات ممثلتين إلى فخامة الرئيسة سامية حسن أكد مركز محمد بن راشد الفضاء أنه حقق هدف تصميم المستكشف راشد وتطويره مشيدا بالجهود الكبيرة التي بدلها جميع الشركة وضاف المركز في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر أنه بعد إعلان شركة آي سبيس عدم نجاح هبوط المركبة هاكوتو آر نشيد بالجهود الكبيرة التي بدلتها شركة آي سبيس شريك المهمة والتي لم تدخر أي مجهود لتحقيق هبوط ناجح على سطح القمر وأوضح البيان أن مركز محمد بن راشد الفضاء قد حقق بنجاح هدف تصميم وتطوير المستكشف وإطلاقه إلى مدار القمر وهو بحد ذاته إنجاز مهم للغاية على الرغم من عدم تحقيق المستكشف راشد والحمولات الأخرى على متن المركبة مهماتهم على النهج المخطط له وضف البيان أن فريق مركز محمد بن راشد الفضاء قد اكتسب خبرات وتجارب علمية قيمة من هذه المهمة سيستفيد منها في تحقيق مزيد من الإنجازات في مجال استكشاف الفضاء خاصة بعدما أصبح أقرب من أي وقت مضى إلى الهبوط على سطح القمر إلى اليمن حيث احتفلت محافظة حضرموت بالذكرى السابع لتحرير ساحل حضرموت من سيطرة التنظيمات الإرهابية بمهرجان كرنفالي كبير شهداء حضوراً رسمياً وشعبياً حاشدين وقد عبرت الكلمات التي ألقيت في المهرجان عن شكر أبناء المحافظة وتقديرهم دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وشعباً عن الدور الذي لعبته في عملية التحرير ويعادة الاستقرار لهذه المحافظة وبعد عملية تبادل الأسرة والمعتقين بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثية ساد تفاؤل كبير بين اليمنين بقرب انتهاء الحرب لكن هذا التفاؤل تلاشى بسبب استمرار العمليات العسكرية للجماعة الحوثية في جبهات مختلفة من اليمن مع استبشار اليمنيين بحصول انفراجة للأزمة اليمنية القائمة حالياً بعد عملية تبادل للأسرة برعاية أممية عدت المخاوف من انتكاسة جديدة بسبب استمرار الحوثيين في تصعيدهم العسكرية بجبهات مختلفة من البلاد ميليشيا الحوثي ومن بعد نجاح صفقة تبادل الأسرة عملت على التصعيد العسكري في أكثر من جبهة في حريب وفي تعز في حريب قصفت مصلة العيد واستهدفت بعض المواقع العسكرية وكذلك في تعز عملت على استهداف عدد من الجبهات محللون يرون أن التصعيد العسكري الأخير للحوثيين يخفي وراءه رسائل مختلفة منها ما هو للداخل ومنها ما هو للخارج ويرون أيضاً أن الغرض من هذا التصعيد هو كسب أوراق ضغط جديدة للمناورة بها في أي جولة مفاوضات قد تكون قادمة وعلى الأرض يستمر نزيف الدم اليمنية على يد الميليشيا الحوثية التي قصفت أعياناً مدنية في ريف تعز سقط فيها 12 مدنياً بين قتيل وجريح بينهم نساء وأطفال برغم التهديئة والتزام الجيش الوطني اليمني بضبط النفس يؤكد مراقبون بأن التحركات العسكرية للإنقلابيين للحوثيين تقول بعدم جديتهم في إنهاء الحرب لمركز أخبار قنوات أبوظبي فيصل الذبحاني تعز في ملف الأزمة السودانية تجدد القتال في أنحاء مختلفة من السودان في وقت متأخر مساء أمس بالرغم من إعلان الجيش وقوات الدعم السريع وقف إطلاق النار وذلك في الوقت الذي قال فيه مبعوث من الأمم المتحدة إن الهدن صامضة في بعض الأماكن إلى أنه لا توجد مؤشرات على استعداد أي من الجانبين للتفاوض بجدية فيما أفادت المصادر بسماع صوت إطلاق النار والانفجارات منذ مساء أمس في مدينة أمدرمان حيث استخدم الجيش الطائرات المسيرة لاستهداف مواقع قوات الدعم السريع وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي التابع للرئيس الأمريكي جو بايدن مستمر في الحديث مع القادة العسكريين في السودان للعمل من أجل إنهاء القتال وتقديم الدعم الإنساني قال الوزير السابق أحمد هارون المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور قال إنه سمح له ولمسؤولين آخرين بمغادرة سجن كوبر وقال هارون إن الأوضاع في سجن كوبر تدهورت بشدة وفدم تظاهر كان مسجونا هناك في تسجيل صوتي إن السجناء أطلق صراحهم بعد أسبوع من دون ماء ولا غداء في سياقنا متصل قال مصدران في مستشفى عسكري بالعاصمة السودانية إن الرئيس السابق عمر البشير نقل من سجن كوبر إلى المستشفى قبل اندلاع القتال العنيف في الخامس عشر من أبريل الجاري وأصبح مكان وجود البشير مثار تساؤلات بعدما أعلن الوزير السابق في حكومته علي هارون مغادرة السجن مع مسؤولين سابقين آخرين بعد تدهور أوضاع البلاد إلى ذلك ندد رئيس معثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس بتجاهل قوانين الحرب وقواعدها في الصراع الدائر في السودان والذي شهد استهداف مدنيين ومستشفيات قائلا إنه لا يوجد ما يشير إلى استعداد القوتين العسكريتين المتناحرتين في البلاد للتفاوض مع بعضهما مع استمرار القتال على الرغم من هدنة الثلاثة أيام التي بدأت ليلة الاثنين الثلاثاء وشدد المسؤول الأممي على أن المعارك سببت كارثة إنسانية يدفع المدنيون ثمنها وأنه ما من مؤشر على أن أي من الطرفين مستعد للتفاوض حقا وهو ما يشير إلى أنه ما يعتقد أن النصر العسكري ممكن في حسابات خاطئة فحتى لو انتصر أحد الطرفين فإن السودان سيخسر في ملف إجلاء الرعاية الأجانب والبعثات الدبلوماسية من السودان أعلنت المملكة العربية السعودية إجلاءها 13 سعوديا وألفا وستمائة وأربعة وسبعين شخصا من رعاية 56 دولة إلى مدينة جدة على البحر الأحمر من السودان وذكرت وكالة الأنباء السعودية واسي اليوم أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عملية الإجلاء يصلوا نحو 2148 شخصا منهم 114 مواطنا سعوديا وألفان وأربعة وثلاثون شخصا ينتمون الاثنتين وستين جنسية وذلك من خلال إحدى السفن التابعة للمملكة إذا للمزيد من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الهاتف من العاصمة السودانية الخرطوم المحلل السياسي الدكتور الرشيد محمد إبراهيم أهلا وسهلا بك دكتور معنا في نشرة ثالثة وأبدأ معك بالأوضاع في السودان اليوم أين تتركز الاشتباكات بين القوتين؟ نعم شكرا أستاذ يسرى على الضغطة واضح أن هناك هدوءا لسبيا لهذه الهدنة مغاربا بالهدنة التي تبقتها وذلك من واقع أن الاشتباكات تركزت على وسط القرطوم قريبا من محيط الغصر الجمهوري الذي يمثل غيمة استراتيجية بالنسبة للطرفين وكذلك في منصقة الفتحار في قرب الدرمان بصورة أشاشية هناك أيضا بعض الاشتباكات في محيطة بحري شرق النيل دون ذلك أن القرطوم تشهد عن قدوءا مسبيا في العمليات الميدانية نحن نظهر اليوم للأشتاب ذلك ربما يوحي بأن الانتجام في الهدنة تجدنا في تحسن تدريج منحوظ حتى في حركة المواصلين حتى في استخدام السياب ربما الحدمات من تهرباء ومن آلية ولكن يبدو مالكا لنسافة أو حوجة متجايدة إلى تحسين وتنديث عن مطاق الأمان هذا دائرة التانيخ دكتور البعض يقول بأن هذا الهدوء ربما بهذه الهدنة بالفعل فقط لإجلاء الرعاية وربما بعد خروجهم سوف تتصاعد الأمور. هل ترى هكذا دكتور؟ لا أميل إلى هذا النظر بالفعل لأنه لا الرعاية بدأ في قدرة الثانية يعني سابق لهذه العملية. كما أن الموقف الميداني والعسكري لا علاقة في قدرة به. الأطراف هي منشغلة لتحقيق أهدافها. فقط المسلة تحدث عن أنها لديها أهداف محددة. ولذلك هي تبرج أن تحليق الطائرات إنما هو لتأمين عملية الإخلاق بمجرد هذه المستقبلة. طيب دكتور هناك أيضا وساطة أمريكية. الآن الولايات المتحدة وضعت الملف السوداني على رأس أولوياتها. هل يعول على ذلك بشكل سريع دكتور؟ نعم. أنا لا أعول على أي نشوط خارجي. ربما في التهديئة. ولكن في حسن النزاع ليس يوارد من ذلك. ربما أضل على المغال الذي نشر اليوم في مجموعة الآجمات. بأن أمريكا اتعبت من أفريقيا تأثيرا. وأن الأحداث السودان الذي يتطلب أن تعود إلى أفريقيا. كما أن أيضا هناك التغاء السراتيجي بين السودان. ربما وليات المتحدة الأمريكية. أن يكون الجيش السوداني ومسيطرا. خوفا من علاقات الدعم السرير مع روسيا ومع الضغنر. وتدارة الذهاب والمساحة الاقتصادية. ربما تتعارض مع مصالح واشنطن بتمويل الحرب التي تدور في أوكرانيا. هذا أيضا يتكاه من التحليم. يرجح الموقف الأمريكي. يبدو بهذه السهولة. وربما يبدو تفهما في بعض الأحيانة الكثيرة. واضح. شكرا لك على هذه المداخلة معنا. في نشرة الثالثة من الخرطوم مباشرة أو عبر الهاتف المحلل السياسي. الدكتور الرشيد محمد إبراهيم. شكرا جزيلا لك. شكرا وزير الخارجية اللبنانية عبدالله أبوحبيب الإمارات والسعودية. التي ساعدتا في إخراج الرعاية اللبنانيين العالقين في السودان. معتبرا أنه وبالوفاق والتعاون يمكن تحقيق المستحيل. كلام أبوحبيب جاء خلال وصول اللبنانيين القادمين إلى لبنان من السودان. نتابع هذا التقرير. أيام قاسية عاشها اللبنانيون العائدون من السودان تحت وطأة القصف والاشتباكات المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. من مدينة بورت سودان وعلى متن سفينة للبحرية الملاكية السعودية انطلقوا في رحلة الإجلاء إلى جدة. ومن هناك إلى مطار رفيق الحرير الدولي هربا من تدهور الوضع الأمني في السودان. بالورود والقبولات استقبل أهالي اللبنانيين أحباءهم. كان مشوار كثير صعب بالبحر لمدة 22 ساعة طوبة شمس قوية. بس الحمد لله قدرنا نوصل على جدة وبجدة كمان نجوا عمانون لنا الفياز الباسات وكل شيء على المطار. من أول يوم قطعت الكهرباء طبعا والماء على الكهرباء. فكمان الماء قطعت وضلينا بلا كهرباء والماء. فانقلت أنا على الفندق وضليت قياد بالفندق لحين ما جئنا له. حالا نحن فقنا كان في قصف وضل كان للوقت والشبكات عنيفة لأننا كنا أقراب من الكيادة طبعا الجيش. وهنا كان في الشبكات وبعدين أنه تلحل دائما الشبكات كلوقت وأصوات ونحن مش عافية ما فينا نظهر من القتال ما كانت سيء والحمد لله قطعت. بالوفاق والتعاون يمكن تحقيق المستحيل. بهذه العبارة أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله أبو حبيب نجاح الدفع الأولى من عملية إجلاء الرعاية اللبنانيين من السودان. من الخرطوم إلى بورت سودان كانت ساعدنا دولة الإمارات. وبين بورت سودان إلى هنا هي المملكة العربية السعودية. الاتصالات اللي صارت أسمرت عن مجيء هؤلاء اللبنانيين كلهم إلى بلدهم رجعوا. ونحن ممنونين كثير لا المملكة العربية السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة اللي ساعدونا أن نوصلهم لهون وعطوهم الأولوية لللبنانيين. عملية الإجلاء من السودان إلى لبنان شملت ستين شخصا بينهم فلسطينيين وسوريين. والمساعي مستمرة وعلى دفعات لإعادتهم إلى بلادهم. رحلة إجلاء الرعاية اللبنانيين من السودان حطت رحالها هنا. عادوا سالمين إلى بر الأمان بعد أن تقطعت بهم السبل وهددت الأوضاع الأمنية حياتهم. نتيجة اجتداد المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. لمركز أخبار قنوات أبوضابي. غيدا جبيلي. بيروت. الثالثة مستمرة معكم وفيها بعد قليل. روسيا وأوكرانيا تتبدلان اتهامات بشن هجمات عنيفة ومقاتلات أوروبية تعطارد طائرات استطناع روسية في المجال الجوهي التمثل. ببعض الأدوات وخيال متقد يجوب أرجاء الوطن باحثاً في مختلف أماكنه وأركانه عن فكرة جديدة تلهم عنده روح الإبداع ليحول أبسط الأشياء من حوله إلى أعمال فنية وتصميمات حديثة تضفي على محيطنا الكثير من الجمال إبداعات الموسم الثالث السبت العاشرة مساء على قناة الإمارات تسامع تسامع واجب نحن بشر كل نخوان كل نخوان هدية للإنسانية رسالة سماوية ومنهج للبشرية كلمة رسخناها بالأفعال حققنا بها ما هو محال التسامح هو قصة دولة ومنهج قائد هو السلام واختصار للكلام تابعنا على منصتنا الجديدة تسامح وكن جزءاً من حكايتنا التسامح لغتنا أهلاً بكم من جديد وقبل مواصلة النشرة تذكير بأبرز عنوي رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيسة تنزانيا بذكر يوم الاتحاد تجدد الاجتباكات في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع والمبعوث الأممي وشيروا إلى عدم استعداد طرفين للطفاق انتشل خفر السواحل الليبيون اليوم جثث أحد عشر مهاجراً بينهم طفل بعد غرق قاربهم المتجه إلى أوروبا جاء ذلك بعد بلاغ بوجود الجثث على بعد أمتار قليلة من شاطئ متين مدينة الجاربولي على بعد خمسين كيلومتراً شرق طرابلوس ونجح أربعة أشخاص في العودة إلى شاطئ الجاربولي الذي يسهل الوصول إليه بسبب هدوء مياهه وكان القارب يقل نحو ثمانين مهاجراً وغرق قرب الساحل بحسب أحد الناجين وبحسب جوازات السفر التي أظهرها الناجون كان على متن القارب مصريون وباكستانيون وبنغال قطع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقابلة تلفزيونية مباشرة قبل أن يعود ويعتذر متحدثاً عن إصابته بمعكة صحية والقى أردوغان ثلاثة خطابات انتخابية أمس قبل الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في الرابع عشر من مايو المقبل وكان مقرراً أن ينهي الأمسية بمقابلة مباشرة مشتركة مع محطتي تلفزيون محليتين وقد بدأ ظهوره التلفزيوني بعد تأخير لأكثر من تسعين دقيقة ثم قطعه بعد عشر دقائق خلال طرح سؤال عليه قبل أن يعود بعد خمس عشرة دقيقة مؤكداً أنه أصيب بإنفلونزا المعدة بسبب كثرة العمل أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن حركة طالبان الأفغانية قتلت زعيم خلية تنظيم داعش الإرهابي الذي يعتقد أنه مسؤول عن هجوم الانتحاري مدمر على مطار كابل في أغسطس من عام 2021 وتوصلت الحكومة الأمريكية إلى هذا الاستنتاج على أساس معلومات استخباراتية بحسب ما ذكرت وسائل إعلام بما في ذلك صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين حكوميين رفيعين مستوى وقتل أكثر من مائة وسبعين أفغانياً وثلاثة عشر جندياً أمريكياً في الهجوم الذي وقع خلال عمليات الإجراء العسكرية الدولية من أفغانستان ومن غير الواضح ما إذا كان الطالبان قد استهدفت زعيم داعش الذي لم يذكر اسمه أو ما إذا كان قتل في إحدى المعارك بشكل عارض في ملف الأزمة الأوكرانية لقي شخصان حتفهما وأصيب عشرة آخرون على إثر هجوم صاروخي روسي شرقي أوكرانيا مما دفع رئيس الأوكراني فولديمير زلينيسكي إلى اتهام روسيا باستخدام وسائل بربرية مفرطة في الحرب التي شنتها موسكو قبل أربعة عشر شهرا على الجانب الآخر تحدثت روسيا عن هجمات إرهابية شنتها أوكرانيا ضد الأسطول الروسي في البحر الأسود وهددت بإنهاء اتفاق الحبوب الروسي الأوكراني في حين طالبت أوكرانيا اليوم بعقوبات جديدة أكثر صرامة ضد قطاع الطاقة والمعادن النفيسة في روسيا في سياق متصل اعترضت مقاتلات ألمانية وبريطانية ثلاثة طائرات استطلاع روسية في المجال الجوي الدولي فوق بحر البلطيق بحسب ما ذكرت القوات الجوية الألمانية اليوم وتم اعتراض الطائرات الروسية الثلاث من قبل مقاتلات يوروفايتر الألمانية والبريطانية المنضوية تحت مظلة الناتو حيث لا تملك دول الحلف إستونيا والاتفيا والإتوانيا طائرات مقاتلة خاصة لذلك يؤمن الحلف العسكري المجال الجوي لبحر البلطيق في شمال شرق أوروبا منذ عام 2004 ذكرت وكالة تاسر روسية للأنباء اليوم أن أرمينيا قدمت شكوى لمحكمة العدل الدولية في شان إقامة أذربيجان نقطة تفتيش عند بداية ممر لاتشين وممر لاتشين هو الطريق الوحيد الذي يربط بين أرمينيا وإقليم ناغورنجرباخ المعترف به دوليا جزءا من أذربيجان إلى أن غالبية سكانه من الأرمن ما أدى إلى أزمة مستمرة تصاعد في بعض الأحيان إلى حد الاشتباكات العسكرية على الحدود بين البلدين بعد إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية تحتدم المنافسة بين المرشحين الديمقراطيين والجمهورين في الاستحقاق الانتخابي الرئاسي العام المقبل واحتمال تكرار سيناريو الانتخابات الماضية بين جو بايدن ودونالد ترامب نتابع بسن ثمانين عاما قطعت جو بايدن الرئيس الأمريكي الشكوك ووضع حدا للتكاهنات حول مستقبله السياسي بإعلان ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية العام المقبل ومع إطلاق الرئيس السابق دونالد ترامب لحملته الانتخابية في شهر نوفمبر تبدو الولايات المتحدة على مشارف إعادة لانتخابات 2020 إذ يتحضر الحزبان الديمقراطي والجمهوري لاختيار مرشحيهما لدخول البيت الأبيض رسميا العام المقبل إلا أن هذه المنافسة المتوقعة غير محسومة حتى الآن خاصة أن استطلاعات الرئي تشير إلى أن مصفى الناخبين الديمقراطيين لا يرغبون في ترشح بايدن لولاية ثانية ونظرا إلى مجموعة المنافسين الطامحين لشغل أعلى منصب في البلاد ففي حين تقتصر المنافسة الجادة على ترشيح الحزب الديمقراطي حتى الآن على الرئيس بايدن وروبرت كندي سليل أسرة كندي وابن أخي الرئيس الأمريكي الأسبق جون أف كندي يشهد الحزب الجمهوري طفرة مرشحين من أصحاب الثقل السياسي والقادرين على انتزاع الترشيح الجمهوري من دونالد ترامب فحاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتس وعلى الرغم من عدم إعلان ترشيحه رسميا حتى الآن وإطلاق حمداته الانتخابية يتوقع أن ينافس ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري وهو يحظى بتأييد كبير في أوساط الجمهوريين المحافظين لمواقفه المتشددة في ملفات المهاجرين غير الشرعيين والتعليم ودور الحكومة الفيدرالية وطريقة تعامله مع جائحة كوفيد-19 وبينما لا يزال مايت بانس نائب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يفكر جديا في ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة كانت نيكي هايلي السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة قد أعلنت رغبتها في الحصول على الترشيح الجمهوري في شهر فبراير ومن المنافسين على الترشيح الجمهوري أيضا عضو مجلس الشيوخ تيم سكوت والكاتب فيفيك راماسوامي والحاكم السابق لولاية أركنسا آسا هاتشنسون السيناريوهات مفتوحة على جميع الاحتمالات فبايدن والذي سيبلغ سن الثانية والثمانين عاما في أول عام من ولايته الثانية المحتملة لم يلقى ترشيحه الحماسة الكافية في أوساط ديمقراطيين أما ترانك الذي يبدو أنه صاحب الحظ الأوفر في الفوز بالترشيح الجمهوري لا يزال يخوض معاركه القانونية أمام المحاكم الأمريكية إلا أن تواقع السائد حتى الآن يؤشر إلى تكرار سيناريو انتخابات عام 2020 بين رئيسين السابق والحالي أغلقت السلطات التايوانية مدرجا في مطار تايوان تاويوان الدولي الرئيس في تايوان لعدة ساعات اليوم بسبب الاشتباه وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة طيران الصين قادمة من بكين وتلقى مكتب شرطة الطيران التايواني تقريرا يشتبه بوجود متفجرات على متن رحلة طيران 185 تابعة لشركة طيران الصين قادمة من بكين بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء وأوقفت الطائرة في موقف بعيد لانتظار الطائرات بينما أرسلت الشرطة سيارتين لفحص التهديد بالأشعة السينية حيث تم التأكيد من عدم وجود متفجرات على متن الطائرة وقبل الختام هذه نظرة على السوق المالي الإماراتية وسعر المعادن والسلع والعملات في آخر جلسات التهديد ترجمة نانسي قنقر إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام الثالثة أشكرا على المتابعة في أمان الله